موسيقى 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 في لغومبر 2021 سيحتفل المغرب بمرور سنة على تطهير معبر القريرات من عصابة القوليزاري وعليل القوات المصلحة الملكية وهذا الاحتفال لذات السنة يكتسي واحد طبع خاص لعدة اعتبارات اللولة هو أن الملحنة تبادل تجاري ما بين المغرب وما بين الدول الأفريقية يرتفع عرف هدث الشر الأخيرة ارتفع بحوالي 20% تحديدا 19% وما كان لهذا الرواج أن يكون لو لم تتمكن القوات المسلحة الملكية من تأمين التجارة وتنقل أشخاص والبضائع عبرها معبر القريرات ثانيا أن المغرب أمكن له تسريع واحد من المشتر وعليل كان خامدا وهو ربط القريرات بالشبكة الكهربائية الوطنية وهذا الرمض ليس من باب العبات بل هو مقدمة لتحقيق واحد كونيكسيو إلكتريك ما بين المغرب وما بين إفريقيا ثالثا أن هذه العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لطرد عصابة بوليزاريو من معبر القريرات مع المغرب في إخراج واحد المشروعين اقتصاديين لما هو المنطقة الصناعية المنطقة الاقتصادية بيرجندوز والمنطقة الاقتصادية للقريرات والتي كل واحدة في 30 هكتار وتنجاز ما بين المغرب وما بين المورفة للتجارة الفرنسية ثم النقطة التي تجعل المرغ يتوهج بمرور سنق على تطهير معبر القريرات هو الانطلاقة المؤخرا يعطي الانطلاقة للإنجاز أكبر يعني ميناء في القارة الإفريقية ألا وهو ميناء الدخل الأطلسي وهذا الميناء الذي سيقلب وجه المنطقة رأسا على العاقب ليس فقط بالنسبة لأقاليم الجنوبية بل بالنسبة للمغربي ككل لاعتبارين أساسيين الأول هو المثال للطنجا التي كانت مدينة منكوبا لكن لما قرر المغرب إنجاز واحد منها دخم للطنجا تغيرت المورفولوجيا ليس فقط للطنجا بل الشمال المغربي ثم الاعتبار الثاني هو أن ميناء الدخل الأطلسي سيكون مسنودا بمشروعين استراتيجيين الأول ألا وهو المنطقة الصناعية اللي ستكون محيطة به في حدود ألف هكتار وهنا سنفتح واحد القوس ألف هكتار هي مجمع الفم ستمثل الأنديزيان دل المساحة دل الريباط وهذا ما يفسر لماذا تتقاطر القنصليات من مختلف الدول الإفريقية والغربية على التواجد في الأقاليم الجنوبية لأن القنصليات تشم رسل المال تشم الفلوس وكتشم الاستثمار وكتشم الربح الذي سيأتي بعد أن يكسر من المشروع دل الداخل الميناء دل الداخل إن شاء الله في 2027 و2028 ثم المشروع استراتيجي الثاني المرتبط للميناء وهو تحلية مياه البحر وهذا المشروع الضخم للمغرب تقريبا أكمله سيسمح بسقي 5000 هكتار في الجهة دل الداخل وهذا المشروع سقي 5000 هكتار سيحول الداخل ليس فقط إلى سلة غدائية للأقاليم الجنوبية أو سلة غدائية للمملكة المغربية لا سيجعل من المدينة الداخل هي سلة غدائية للدول الإفريقية وهذا هو بيت القصيد لهذا الفيديو اللي قرأنا اليوم لماذا؟ إلا رجعنا غير من باب ترطيب الذاكرة للخطاب الملكي دي العيد المسيرة 2019 الملك كشف بأنه منذ استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية المحتهيات الجغرافية في المغرب تبدل لها فوقينا شكا نقول الريباط تقع في شمال المملكة وإن كان غدائية توجد في وسط المملكة ولهذا يتعين وعلينا نحن كمغرب أن نحيي واحد من السرع ونحيي واحد الفكرة لو هي نجعل من الداخل يعني هي هونغ كونغ دي الإفريقية نجعل من مدينة الداخل هي سنغافورة دي الإفريقية أو نجعل من الداخل هي شانغاهاي القارة الصمراء قد ينها دقائل ويقول هذه أحلام جميع الأفكار جميع الأوراش والمشاريع الكبرى التي رأت نور في العالم كلها انطلقت من فكرة وانطلقت من حلم انظروا إلى الصين ألم يعني تراوذها أحلام بإحياء طريق الحرير لما أحية الصين طريق الحرير كان الإعلام الغربي يتهكم ويتندر من الصين لكن الآن انظروا إلى الوضع والمكان التي تحتلها الصين حيث تتربع على العرش الاقتصادي في العالمي ولا تتمكن أي دولة أي تقوة بما في الولايات المتحدة الأمريكية من أن تزحزح الصين من هذا العرش فلماذا نحن كمغرب لا نحيي طريق القوافل التي كانت من المغرب لعادة الموحدين وما بين الدول الأفريقية لنعمل على خلق واحد المنطهج مؤسساتي ومالي لإحياء طريق القوافل ولنا يعني من المبررات ما يزكي ذلك أولا أن المغرب يعني هو البلد الوحيد في المغرب الذي زار مختلف دول في شخص الملك يتفقوا الزيارات الملكية القرى الأفريقية يعني 50 زيارة ثم المغرب هو البلد الوحيد في القرى الأفريقية الذي أبرض أكبر عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركات في أفريقيا بحيث أنها تجاوزت ألف اتفاقية من هنا سأتي هذه الفكرة للإحياء طريق القوافل لجعل فعلا الداخلة هي شنغاهاي القارة الصمراء